السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد هنعمل معاكم النهاردة السمك المقلي السمك المقلي ازاي يطلع معانا احمر كده وجميل زي ما احنا شايفينه وفي نفس الوقت مهما كان حجم السمكة كبير ازاي تقدر تستوي يعني في ناس كتير بتعاني من انها لما بيكون في سمكة كبيرة وابنقليها بتبقى مش مستوية او من جوة بتبقى ناية من برا كده ماشاء الله ومن جوة بنفتحها نلاقي نلاقيها ناية او فيها دم طبعا بيحصل كتير النهاردة هقولكو كده على كم حاجة كده يعني هي اسرار بس انا مش هستخسر فيكو حاجة هقولكو عليها ان شاء الله ايه اللي نعمله في السمك عشان يطلع معانا كويس ان شاء الله باذن الله اول حاجة ده عندنا هنا اربع حبات سمك بولتي بولتي بتاعنا حبيبنا السمك المصري بس ده مش مصري ده سمك الدمام معلينا المهم ده مخصول متنظف مخصول كويس جدا هنا عندنا التدبيلة اللي هنتدبيله بيها بصل ليمون توم فلفل حار حار او بارد ده طبعا الرغبة اللي تبغونا بكيفكم اللي تحبوه الحاجات دي كلها جماعة هخلطها في الخلاط وهستخدم معها بهارات اشر اللمون ده هنحتاجه محد اشر ميه اه ده انا اشرت اللمون وحطيت اشره على جنب هنحتاجه ملح وكمون ملح وكمون بس يا معبود ملح وكمون بس يعني ما نروحش نجيب بهارات سمكة وبهارات هندية وبهارات باكستانية والحاجات الغريبة اللي بنشوفها دي ابدا ابدا مفيش حطنا البصلة والفلفل والتوم والحاجات دي فرمناها تمام مع الكمون والملح في الخلاط وعندنا هنا السمكة هوا نقول بسم الله ونحط في قلبه شوية من الخلطة دي اللي خلطناها في الخلاط شوية جوية وشوية كده عليه من فوق زي ما احنا شايفين كده هنعمل كل السمك اللي عندنا زي كده وزي ما قلت يا جماعة بليه كده انا الكمية اللي بصورها او بقدمها في فيديو هي دي الكمية اللي احنا بنستخدمها او هو ده احتياجنا من الاكل ما بعملش زيادة هعمل زيادة وارميل ايه حرام هم اربع بيكفونا وربنا بيطرح فيهم البركة والحمد لله رب العالمين والله واحيانا بيتبقى مننا الحمد لله واحنا خمس افراد يعني الحمد لله زي ما احنا شايفين كده هنتبله بقى من جوا من بره ونحطه كده بس اقل شيء مص ساعة مش في التلاجة بره التلاجة واتجاوه دلوقتي بارد وكويس يعني نص ساعة كده نسيبه التبل في التدبيلة اللي احنا عملناها دي زي ما احنا شايفين كده بس هنسيبه كده نص ساعة هنروح بقى نعمل الرز انا عملت معاكم الرز الصيادية كتير هعمل النهاردة حبة وحبة عندي الاولاب بيحبوه نروح برضو رغبة الشباب اللي في البيت يعني شنعملهم حاجات مش بيأكلوه هنا الرز عندي كستين رز مصري بحط نص الكمية بالزبط يعني كستين بحط هنا كاسة كباية الله اعظم ولا حول لقاته الا بالله العلي العظيم بحط شوية زيت في جدر فاضي وبحط كاسة من الرز المصري بصوا لازم تتحمر كويس جدا عشان يباني ان هو حبة وحبة فيه ناس بتصفروا كده بتخليه يعني مصفر خفيف مش هيبقى حلو لا اله الا الله زي ما احنا شايفين كده هاعد اقلب فيه بقى هو بياخد وقت شوية لحد ما ايه لحد ما يتحمر هو كده كويس يعني يمكن الكاميرا مش جايبة اللون قوي لكن اللون ده كويس حاجة هنا بقى الله اعظم ولا حول لقاته الا بالله العلي العظيم هو لونه حلو دهبي دهبي كده جميل يعني حاجة هنا بقى وحطي عليه ايه كست الرز التانية طبعا غسلتها ونقعتها شوية هم كستين كاسة احمرها وكاسة بيضة عشان يبقى فيه يبقى فيه توازن في اللون يعني هقلبها بقى هقلب ده كله ببعضه ام عبود مستعجلة يعني تقلب بالمعلقة وتوجع رأسها ايوا كده بالجدر على طول بس حالك المهم نقلب ده كله ببعضه حركة ان احنا نقلب ده ده ونسيبه على النار كده حوالي دقيقة او دقيقتين الحركة دي مهمة بيطلع معانا الرز بسم الله ما شاء الله مفلفل وجميل يعني دي اللي عايزه رز مفلفل وحلو يعني هفضل اقلبه كده بص اقل شيء دقيقة او دقيقتين على نار وسط اساسي يعني عشان يطلع معانا كده مفلفل وجميل بنقلبه وبنحط عليه بقى المياه اللي ما يعرفش يا جماعة هو كباية الرز المصري لو مش منقوع بياخد كباية بمياه منقوع لا يا ربي لو منقوع بياخد بياخد كباية او صح يا معبود ضيعتي ولا ايه لو مش منقوع بياخد ممكن كباة وربع نفس الكاسة اللي بنعير بها الرز هي الكاسة اللي بنعير بها المي وزي ما قلت قبل كده الرز البسمتي الكاسة بتاخد كستين كستين ميه هنا خلاص قلبته كده كويس كده تمام يعني هيطلع مفلفل وزي ما قلتلكم انا بما ان يعني بطبخه باستمرار هو الرز التاني فبقيت كده بالنظر كده وبالبركة وبسم الله عرفت بقى اللي هو بياخد مياه قد ايه بحط له كده مياه بالنظر خلاص هو ده كده كويس بحطش بالكاسة يعني كاسة للمفتدي ايه زي ما احنا شايفين كده حط بقى شواب ملح صغيرين مش كتير زي ما قلنا قبل كده يا جماعة الملح كتير ملوش لازمة في الاكل بس شوية كده نستسيغ الاكل مش محتاجينه يكون ميش يعني تمام كده قلبه بقى وغطيه ونسيبه يستوي ونروح نشوف هنعمل ايه في السمك خلاص يا حاجة غطيه بقى تمام نروح للسمك بقى الله مصممين رجعنا عند الرز تاني اه معبود عايزة تخلص من كل حاجة بصه كل حاجة كده تاخد وقتها وتمشي اه مصممت خلص الرز وبعدين نروح للسمك اه قلي بيه كده خلاص استوي استوي بسم الله ما شاء الله بس هحتاج هنا ان انا اه اسيبه شوية كده على النار قيمة اه ست سبع دقائق كده على النار هادي خالص بحيس ان هو يتلدن بقى ويبقى كويس اه حلو ما شاء الله مستوي ومفلفل وزي الفل دليل ان هو مفلفل شوفه مش هيلزق في المعلقة اللي معادي خالص مش بيلزق فيها لو هو شوية معجن هتلقو يلزق في المعلقة ما لزقش فيه خلاص حين افطاو فاضي على النار كده اه ده ده حركات حركات الماضي معبود تحب الماضي لا اله الا الله نحط زيت نحط زيت كتير ما نستخسرش يبصوا السمك لازم يبقى فيه زيت كتير بحط حتة خبزة صغيرة كده عشان ما تتحمر اعرف ان الزيت ايه اه كويس ابدأ اقلي السمك اصل السمك ما ينفعش نحطه في زيت بارد هيلزق مهما كانت الطوى اللي عندنا تفال او مش هيلزق وهيتقصر مش يبقى حلو لازم الزيت يكون سخن زي ما احنا شايفين كده وبحط السمكتين وبسيبهم بصوا دقيقة ما حركهاش قبل دقيقة يعدي دقيقة وبعدين ابدأ كده بسم الله بالراحة اقلبها من نجاح يا جماعة من اسرار نجاح اجي سمك معاكي بالذات لو السمكة حجمها كيلو اتنين كيلو وعايزها تستوي معاكي في القلي نقلبها بمعدل كل نص دقيقة نص دقيقة نقلبها الجهة التانية فيه ناس اه ده اشر الليمون اللي قلتلكو عليه حط كم اشرية كده بتدي السمك لون حلو طعم حلو في الزيت وما بتخليش ريحة الزفارة بقى تطلع في البيت والحاجات دي هنا كده حطيت مناديل على صنية معنديش ورق مطبخ مناديل برضو تمشي الحال عادي اشر الليمون برضو ايش بقول لكم معبود دي قديمة بترمش حاجة ابدا بحط اشر الليمون زي ما انتم شايفين كده بوزعه ده ملح وكمون وكزبرة بطحانهم انا وعندي في البيت برش شوية كده على اشر الليمون وعا الصنية اللي هطلع فيها السمك بجهز يعني الحركة دي بتدي السمك ريحة حلوة اه بابدأ بهاقلبه زي ما قلتلكم باستمرار قلبه مرة على الجهة دي ومرة على الجهة دي فيه ناس بتحطه وتقلبه مرتان اتنين قد حداك وانو يستوي هيبقى من برة محمر كده وجميل ومن جوه هيبقى ناي وفي دم ما نفعش لازم من اساسيات نجاح السمك المقلي انك تقلبه باستمرار ايديك تكون فيه باستمرار مش نقلبه مرتان ونروح نركن ولا نروح نعمل حاجة لا لازم نقلبه اهو بسم الله ما شاء الله اللون روعة والطعم روعتين والريحة ثلاث روعات زي ما احنا شايفين كده خلاص امسك بقى بالبتاع بالملجاتة ديه ايه اه اشيله واحاول بقدر الامكان ان انا اصف الزيت اللي فيه يعني شوية كده لحد الزيت ما يصف احط بقى على قشر الليمون والكمون والحاجات دي وشوفوا الحركة اللي جاة دي بقى اساسية شوفوا باخد اول حاجة اهو طلع السمك التانية بسم الله باخد اول حاجة شوية من الملح والكمون والقصبرة دول انا طحنا كله مع بعضه وبرش عليه ده بيخليه بملح برضو يعني ان كان ناقص ملح ولا حاجة بس رش صغير والليمونة شوفوا الليمونة دي بقى هتعمل ايه فيما بعد هقول لكم الليمونة دي عملت ايه تعصر عليه الليمونة مباشرة وهو طالع من الزيت وهو سخن لازم أساسي أيوة ليمونة هي ليمونة صغيرة فعصرتها كلها واحدة على دي وواحدة على دي زي ما احنا شايفين كده آه شوفوا بقى جماعة ليمونة عملت ايه شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم دي واحدة ايه أنا أتحدى مطعم تجيبه من عنده سمك ويطلع كده شوفوا بقى بسم الله بسم الله بيتأثر أحيانا لما نجيب سمك والمطاعم بنلاقي كده متجمد تحسوا انه كوتش سيارة شوفوا بسم الله ما شاء الله بيتأشر بيتأشر بسم الله ما شاء الله ومستوي زي الفل حتى لو السمك هتنين كيلو هتطلع مستويا ان شاء الله بإذن الله أيوة حتة كده يا معبود حلو يا معبود حلو عسل بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله هنا خلصة هو بقى خلصنا وخلصت السمك وقدمنا كده زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله وده الرز حبة وحبة حاجة كده من الآخر يعني ودي الصلطة طبعا الأساسي مع السمك صلطة خضرة وزي ما احنا شايفين كده يا جماعة طريقة سهلة وحلوة وجميلة وزي ما انتو شايفين هتطلع معانا زي الفل السمك والرز حبة وحبة هيطلع معانا حاجة كده يعني من الآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته